القطاع الزراعي في مصر شهد تطوراً كبيراً في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث تم تنفيذ الكثير من المشروعات الزراعية الكبرى بالاعتماد على تبني مفهوم الكيانات الزراعية العملاقة والتي تتمتع بالقدرة على إحداث النقلة النوعية في قطاع الزراعة الحديثة حول دور وزارة الزراعة أحد شركاء التنمية في مشروع مستقبل مصر يحدثنا السيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بسم الله الرحمن الرحيم فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالأمس القريب وبالتحديد في 21-4-22-22 شرفنا بافتتاح سيادتكم لموسم حصاد الأمح لعام 2022 من مشروع تشكة الخير بجنوب الصعيد باعتبار أن هذا المشروع يعد أحد صور نجاح الجمهورية الجديدة في تدعيم ملف الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة ضمن أهداف استراتيجية مصر 2030 هذا والعلى من الأهداف الاستراتيجية لمستقبل تحقيق الأمن الغذائي المصري زي ما سيادتك وضحت حالا الأمور بتبقى في إطار تخطيط وفي إطار استراتيجية وفي إطار محاور حطينا أهداف الاستراتيجية لـ 2030 كان أهمها الحفاظ على الموارد الاقتصادية المتاحة وتنميتها أيضا كان بنستهدف إحداث تنمية شاملة واحتوائية وبتستهدف أيضا في ذات الوقت التكيف مع التغيرات المناخية وكان أهم محاور تحقيق هذه الاستراتيجية هو المحور الكبير الذي سيادتك بنتكلم عنه دلوقتي محور التوسع الأفقي المحور التاني ومحور التوسع الرأسي الذي يتم بالتوازي مع محور التوسع الأفقي في سبيل زيادة الإنتاجية أيضا زيادة تنفسية صدرات الزراعية المصرية وأيضا من المحاور المهمة التي نشتغل عليها حاليا إنفاز الزراعات التعاقدية يمكن يشتغلنا في محاصيل كثير مثل الأمح مثل ما سيادتك أعلننا وفول الصهوية وعباد الشمس وإن شاء الله أطلقنا في الأسبوع الماضي الزراعات التعاقدية بالنسبة لمحصول الضرع أيضا زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي مع تدعيم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجيني والسمك وأيضا من المحاور المهمة لتدعيم وتحقيق الاستراتيجية هو أهمية تغيير أنماط الاستهلاكية كأحد الآليات لتخفيف الضغوط على الموارد المحدودة واليوم ونحن نشرف بافتتاح سياداتكم لمشروع مستقبل مصر باقورة مشروع الدلتة الجديد العملاق نستأذن في أن يكون الأرض حول محور التوسع الأفقي باعتباره أهم محاور استراتيجية الزراعة إذ يمثل دعما قويا لتأمين منظومة سلد غذاء المستقبل لشعب مصر العظيم أهم من مشروعات التوسع الأفقي عندنا مشروع الدلتة الجديدة العملاق اللي يعتبر مشروع مستقبل مصر أحد باقورة هذا المشروع عندنا مشروع تنمية جنوب الوادي تشكى الخير مشروع تنمية شمال ووسط سيناء وإن شاء الله قريبا هنشرف بافتتاح سياداتكم له مشروع تنمية الريف المصري الجديد أيضا مشروعات أخرى بمحافظات السعيد والوادي الجديد والجدير بالذكر أن العمل في كل هذه المشروعات بيسير فيها من كل الجهات المعنية بأقصى معدلات الإنجاز تحقيقا للأهداف المنشودة أهم من مدافع التوسع لمشروعات التوسع الأفقي أولا زيادة الرقعة الزراعية تعويضا عن فاقد الأراضي الزراعية نتيجة التوسع العمراني والزحف العمراني وده كان لازم محور مهم عشان نقدر نعوض ونوفر مسألة وندعم الأمن الغذائي أيضا من المحاور المهمة هو رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي النسبي من الأهداف الرئيسية أيضا هو رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية من وحدتي الأرض والمياه سواء ترشيد المياه أو زيادة الإنتاجية أو زي ما سيدتك قلت محور الزراعات المحمية والسوى أيضا من المحاور المهمة جدا زيادة الصادرات الزراعية أو التصنيع الزراعي من المنتجات الزراعية الهدف منه أيضا دعم احتياط مصر من العملات الأجنبية ومن الهدف الرئيسي لمشروعات التوسع الأفقي هو تعميق مبدأ التنمية الاحتوائية والمتوازنة لأن كل مشروعات التوسع الأفقي لو نلاحظ كده منتشرة في كل أنحاء الجمهورية وبالتالي منكزناش على مكان معين عشان نحقق تنمية احتوائية سيادة الرئيس الأهمية الكبيرة أيضا لمشروعات التوسع في استصلاح السعراء بيتصق مع مبادرة الدولة المصرية التي أطلقتها خلال استضافاتها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بشرم الشيخ في نوفمبر عشرين تمنتاشر والرمية إلى تعزيز التناغم بين اتفاقيات ريو السلاسة المعنية بتغير المناخ ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجي الجدير بالذكر أن كثير من الدراسات الحالية في العالم تشير إلى أن العالم يفقد كل عام ملايين الهكتارات بسبب التصحر والجفاف والتغيرات المناخية وما سوف يستتبع ذلك من خسائر في الناتج الإجمالي العالمي وفقد لكثير من الوظائف خاصة الشباب والمرأة وما يعمق من حدة هذه التأثيرات على الأمن الغذائي تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية في حين نجد أن الدولة المصرية بتتبنى برامج قومية لاستصلاح الصحراء تدعم موقف مصر وسوف يكون لون عكاس مالموس وسادة كبير خلال استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية كوب 27 في شرم الشيخ بنهاية هذا العام أنماط الزراعة في المشروعات الكبرى بتتميز باستخدام الزراعات الزكية والابتكار الزراعي وده بيعظم من مستوى الانتاجية أيضاً بنستخدم الميكانة الحديثة على نطاق واسع أيضاً بنستهدف التوسع في أنشطة التصنيع الزراعي والأنشطة الأخرى المرتبطة بهذا النشاط أيضاً بتستهدف خلق تجمعات تنموية جديدة وأيضاً الهدف الرئيسي كمان أننا بنتلافى مشكلة التفتت الحيازي اللي موجود في أراضي الدلتة الأديمة مع تعظيم شراكة القطاع الخاص في كل مراحل الاستصلاح والمعروض يمثل ثور من التطبيقات الحديثة لاستخدام التكنولوجيا في الزراع الزكية والرقمية وأيضاً تطبيق الميكانة الزراعية الحديثة على نطاق واسع الهدف من ذلك بيقلل من الفاقد ويعظم من الانتاجية ويحسن من جودة الانتاج وفي نفس الوقت ترشيد استخدام المياه وزي ما سيتك قلت أن مسألة استصلاح السحراء مش مسألة باليسيرة ده بتمر بالعديد من المراحل والإجراءات اللي بتستهدف وتستغرق وقت وجهد وتكلفة كبيرة جداً من كل الجهات والوزارات ذات الصلة تتمثل فيه أولاً أما بنجي نعمل مشروع استصلاح أول حاجة بنعملها دراسات استكشافية للأراضي المستهدة في التوسع فيها للتأكد مبدهياً وظاهرياً من صلاحيتها للزراع بعد ذلك بيتم التنصيق مع وزارة الموارد المائية وفي سبيل تحديد مدى توفر المقنن المائي أو المصادر اللي نقدر نوفر منها المياه يعني المسألة بتاخد وقت وجهد كبير بعد ذلك بيتم بعد ما نتأكد من محورين دول أن هناك دراسة تفصيلية وحصر تصنيفة للأراضي للتأكد من صلاحيتها تماماً وتحديد درجة الصلاحية وهنا زي ما سيادتك وجهت أن احنا كل المراكز البحثية سواء التابعة لوزارة الزراعة أو في الاستعانة بالجامعات بتتم معانا في هذا الأمر بعد ذلك بيتم تخطيط البنية التحتية من طرق كهرباء واتصالات وأنشطة مرتبطة بتقوم بها الهيئة الهندسية أو الجهات الأخرى اللي بتقوم بهذا الأمر بتاخد منها جهد وقت طويل مع تخطيط إقامة محطات معالجة المياه وحفر الآبار وماد الترع ومصارات المياه ده مسألة كبيرة جداً وبالتوازي مع ذلك بيتم تنفيذ عمليات الاستصلاح والتسوية وتجهيز الشبكات ثم بعد ذلك تحديد التراكيب المحصولية واختيار أساليب الزراعة والرية المناسبة ثم بعد ذلك بيتم زي ما احنا في مشروع مستقبل مصر بيتم طرح هذه الاستغلال والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص أيضاً المشروعات الجديدة بتشمل نموذج للتعاون الكبير بينها وبين وزارة الزراعة سواء زي ما قال السيد مدير المشروع في عمليات حصر وتصنيف الأراضي أو تحديد التراكيب المحصولية أو توفير التأول معتمداً للمحصيلة استراتيجية أو الدعم بالميكانة الزراعية أو إنتاج التأول معتمداً في كل المحصيل أو في الزراعات المحمية سيادة الرئيسة ونحن نعرض على فخمتكم أحد روافض الخير لمصر وهو مشروع الدلتة الجديدة الإملاق حيث يتكون هذا المشروع من مجموعة من المشروعات أهمها مشروع مستقبل مصر وهو باقورة مشروع الدلتة الجديدة وقد تحدث عن مكوناته بالتفصيل السيد مدير المشروع أيضاً عندنا مشروعات زراعية تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بيتم العمل فيها الآن عندنا مشروع جنة مصر أيضاً عندنا مشروعات تابعة لمحافظة البحيرة وأيضاً مشروعات تابعة لوزارة الزراع هذا المشروع إن شاء الله بيعتبر قفزة إملاقة نحو تنفيذ استراتيجية الزراع 2030 لأنه ده مشروع تنمو متكامل كبر مساحة المشروع التي تصل إلى 2.2 مليون فدان وقد تزيد عن هذا الرقم أن المساحة المنزارعة والمستهدف زراعتها زي ما سيادتك قلت تعادل 30% من مساحة الدلتة الأديمة أيضاً هذا المشروع واختيار المكان بيتميز بموقعه استراتيجي لقربه من المواني البرية والبحرية وأيضاً الجوية زي مناء إسكندرية وضميات وسفينكس وبرج العرب أيضاً بيتميز هذا المشروع بأنه بيرتبط بالطرق الرئيسية والمناطق الصناعية الكبرى زي مدينة السيدات والسادس من أكتوبر وبرج العرب وغيرها كما أيضاً أن هذا المشروع يمثل امتداد عمراني جديد كما يستهدف هذا المشروع أيضاً تدعيم ملف الأمن الغذائي وتخفيض فوجة الاسترات مع توفير أنشطة مرتبطة بالزراعة مثل أنشطة السروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعي أيضاً بنستهدف إقامة مجمعات زراعية صناعية تعمل على الربط بين الزراعة والصناعات التحولية والتجارة والخدمات أيضاً بيستهدف إعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكد السكاني وتوفير فرص عمل جديدة أيضاً بنستهدف زيادة تنفسية للصدرات الزراعية وتدعيم رصيد مصر من العملات الأجنبية وعلى ضوء الرؤية المستقبلية لمشروع الدلتة العملاق في ظل مخرجاته التي تشير إلى أن المرحلة التي المستاذف زراعيتها حوالي مليون فدان منزارعة أو مستاذف زراعيتها أيضاً المساحة المحصولية التي هي للمليون فدان ستصل إلى واحد وستة من عشر مليون فدان كنتيجة لأثر التكسيف المحصولي وعلى ضوء الافتراضات التركبية زي ما سيادتك قلت نحن نتبع نظام الدورات الزراعية وتغيير المحاصيل وآخر فإحنا مثلاً قال افترضنا أن نزرع حوالي 40% محاصيل استراتيجية 35% محاصيل بستانية وخضر 25% محاصيل تصنيعية زي المحاصيل الزيتية والقطن وفولستوية وكلافو نتوقع أن يساهم هذا المشروع في زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية ومن الحجوب والخضر والمحاصيل التصنيعية بنسبة قد تصل إلى من 10% إلى 15% من الناتج الزراعي الإجمالي الحالي يعني هذا المشروع الواحده إن شاء الله المليون فدان اللي هم يمثلوا زيادة نتيجة التوسع الرأسي واستخدام التكنولوجيا الجديدة من 10% إلى 15% من الناتج الزراعي الإجمالي الحالي الذي يصل إلى حوالي 16% من الناتج المحلي الإجمال كما يدعم أيضاً هذا المشروع قدرات الدولة المصرية في زيادة صدراتها وتنافسياتها بنسبة تصل إلى 15% من الصدرات الحالية خاصة في ظل المجهودات الاستباقية التي تم اتخاذها لتنويع الأسواق نحن عندنا سيادتك أكثر من 350 منتج زراعي بنصدره عندنا أكثر من 150 سوق صدراتنا في العالم لها اسم بسبب جودة المنتجات واتباع الأنظمة الجديدة وأيضاً عندنا منظومة بتدعم الصحة النباتية وامتلاك مصري لكثير من المعامل المرجعية والهيئات التي تراكب جودة المنتجات فخامة السيد الرئيس يشير الموقف الحالي لمستويات الأمن الغذائي إلى قدرة الدولة المصرية على تحقيق الاكتفاء الزاتي في كثير من المحاصيل والمنتجات الزراعية وبإضافة أثر مشروعات التوسع الأفق بزيادة الأراضي التي سوف تضاف للرقعة الزراعية مع إعمال نتائج زيادة الإنتاجية كنتيجة للتوسع الرأسي واستخدام الزراعات الزكية خاصة الزراعات الزكية مناخيا التي تتطفق مع ظروف التغيرات المناخية التي نتعرض لها فإن ذلك سوف يؤدي إن شاء الله إلى رفع نسبة الاكتفاء الزاتي وزيادة حجم الصدرات وأيضا تقليل الفجوة في المحاصيل الاستراتيجية مثل الأمح والدورة الصفر وفي هذا الصدد من فضلك رجع بس للوحة اللي فاتت دي وأرجو أنك تشرح أكتر على هنا اللي حققنا فيها اكتفاء الزاتي واللي راحين نحقق واللي ممكن يبقى فيها فجوة خلال الثلاثة أربع سنة اللي جاية إحنا الواضح من الخريطة اللي معروضة إن إحنا بنحقق اكتفاء ذاتي في كثير من المحاصيل وبنصد زي الفكهة والخضر وعندنا الرز بنحقق فيه اكتفاء ذاتي الدورة البيضة بنحقق فيه اكتفاء ذاتي أيضا الدواجن إحنا عندنا فائد في الحمد لله بقى عندنا اكتفاء ذاتي من الدواجن والحمد لله تمكننا بدعم السيادتك ودولة رئيس الوزراء بأن احنا تم اعتماد أكثر من أربعين منشأة خالية من انفلوانزا الطيور وبالتالي أصبحنا بنصدر الدواجن لكثير من الدول وإن شاء الله بنتطور فيها ويمكن سيادتك أصدرت قرار جمهوري باعتماد أيضا تسع مناطق موجودين في السحراء للاستثمار في مجال السروة الداجينة وده تدعيم لشراكة القطاع الخاص في هذا الأمر أيضا عندنا منتجات الألبان ويمكن المشروعات التي سيادتك وجهت فيها سواء فيما يتعلق بتحسين السلالات أو المشروع القومي اللي بتله أو أن احنا متجهين دلوقتي إلى التوسع في المشروعات المرتبطة بالإنتاج الحيواني سناء الغرض من اللحوم لرفع مستوى المعيشة للمزارع والمرب الصغير سواء اللحوم أو الألبان ده عندنا كتفاء ذاتي فيها أيضا بيض المائدة عندنا كتفاء ذاتي بالنسبة للمحاصيل السكرية زي ما أشار السيد مير مشروع احنا الحمد لله عندنا البنجر ومتوسعين فيه إن شاء الله وعندنا المحاصيل السكرية اللي هي القصب السكر وبدعم سيادتك إن شاء الله بنطور هذه الصناعة وبنعمل محطتين لزراعة القصب بالشتل إن شاء الله قريبا هنشرف بفتاح سيادتك لهم نسبة المحاصيل السكرية عندنا نسبة الاكتفاء الذاتي عايزين نقول إن احنا قد وصلنا حوالي 90% إن شاء الله مصنع القناة للسكر اللي هنشرف إن شاء الله بفتتاح سيادتك له قريبا اللي عليه استثمارات حوالي ملي أكثر من مليار دولار طاقت الإنتاجية حوالي 900 مليون 900 ألف طن سكر من البنجر السكر إن شاء الله بإضافة هذه الكميات إلى الكميات القائمة حاليا هنعتبر بنحققنا اكتفاء ذاتي وبدأ التشغيل التجريب فعلا يوم 9-5 وهذا المشروع يعني عايز أقول برضو وإنتاج هذه الفرصة لوجود المستثمرين من القطاع الخاص معنا أن هذا المشروع كله استثمار قطاع خاص وده يمثل نموذج كبير لدعم الدولة المصرية وتبنيها للمشروعات القطاع الخاص وإن شاء الله نشرب بفتاح سيادة تكلوك قريبا أيضا عندنا الأمح والدرة الأمح يمكن إن شاء الله مع مشروعات التوسع الأفك وزياد الرقعة الزراعية وتحسين مستوى الانتاجية إن شاء الله ترتفع يعني معدل الانتاجية لكن برضو محتاجين نعدل من أنماط الاستلاك بتاعتنا فيما يتعلق بالدرة يمكن زي ما دولة رئيس الوزراء بيتابعنا إن شاء الله وقال السيد مدير المشروع إن الدرة كان من المحاصيل اللي لها مقاومات عشان الفلاح يزرح وبالتالي كان إن الفلاح محتاج حكتين محتاج إنه يبقى فيه مجففات عشان تقلل نسبة الرطوبة وبالتالي نبقى قادرين على تخزينها الحاجة التانية كان عايز يبقى عارف السعر مسبقا إحنا تمكننا الإسبوع اللي فاتت بدعم دولة رئيس الوزراء إن إحنا نجتمع مع اتحاد الدواجن وبعض أصحاب مصانع الأعلاف وحطينا منظومة لزراعة التعقدية في إطار توجه سيادتك في الإصلاح اللي هيكالي لقطاع الزراع إن إحنا نعمل تدعيم لزراعة التعقدية وحطينا يعني إسلوب كويس هيدعم ويشجع الفلاح إن يزرع الدرة بحيث يبقى عارف العائد الاقتصادي منه إيه مقدما أيضا المحاصيل الزيتية يعني شغالين عليها سواء الدرة برضو هيبقى موجود مع زيادة محصول القطن والتوسع فيه وتحسين اقتصادياته ومنظومة القطن اللي نجحت وقدت إلى رفع أسعاره أعتقد أن كل المحاور ديها تؤدي أيضا إلى الرفع نسبة الاكتفاء الزاتم من المحاصيل الزيتية أيضا نسبة اللحوم مع المحاور اللي بنشتغل عليها سواء المشروع القومي بيتله أو تحسين السلالات أو زيادة الانتاجية والمشروعات القومية في مجال الصروة الحوانية أعتقد إن شاء الله يعني شغالين كويس على محور الاكتفاء الزاتي للمحاصيل أو الأنشطة المرتبطة بالزراعة وده يعني صور بيبين التشغيل لمصنع القناة للسكر وده كانت بكورة الانتاج اللي طلعت وإن شاء الله يعني بنتابع هذا المصنع وبحيث أن يصل إلى اكتمال المنظومة وإن شاء الله نشرف قريبا بفتاح سيادتك وتشريفك لإفتتاح هذا المشروع فخامت السيد الرئيس يعني ختاما الله من دواعي الفخر أن تواجد اليوم في واحدة من إنجازات الدولة المصرية بقيادتكم الحكيمة والرشيدة لإحياء صحاري مصر بما يؤكد أن مصر بجهود قيادتها وأبنائها المخلصين تستطيع تأمين مصادر الغذاء لشعبها العظيم شكرا فلا شكرا بس أنا عندي حلم عايزك فضل يعني أطلبه منك فضل على الهوى كده شوفوا حجم الرؤوس اللي يمتلكها الفلاحي مصر 2 مليون احنا عندينا قوة 2 مليون وشوى بايس الـ 2 مليون دول أنا كنت كلمت في الموضوع ده قبل كده دكتور مصطفى وأنا بقول للمصريين الكلام دوت ولكل من مهتم سواء كانت يعني المجتمع المدني ومصر الخير وغيره وقلت قبل كده وفيه فرق من إن إحنا نقول وإن إحنا نقدر نعمل ده وهو حلم كبير قوي بس مش كبير علينا ولا على المصريين المواطن في الريف المصري اللي عنده راس مشية من يعني اللي هي مش مطورة مش كده دي بتاكل زي الأكل اللي بتجيبوا راس مماثلة لها تم تطورها يعني أنا بقول الكلام بسيط يعني وتشرب نفس الشرب دي بتنتج لحم تمانية من عشرة من الكيلو مش كده ولا سبعة من عشرة من الكيلو والتانية بتنتج واحد ونص كيلو مش كده يعني بتنتج حوالي من 30 35 يعني في اليوم يعني حوالي واحد ونصف حوالي الكلام واضح كلام واضح لنا كلنا كسامعين ان احنا بنأكد نفس الاكل ونشرب نفس الشر وده يطلع لي سبعة تمانية وده يطلع لي عشرين تلاتين كيلو لحم في اليوم مش كده طيب الاتين مليون دول لو اتغيروا اتغدوا كلام نظري كلام ايه نظري اتغدوا الاتين مليون دول والدينة للفلاحين اللي هي النوع اللي بيزيد ده يبقى المليون دولي يعملوا قد ايه خمسناشر مليون كيلو ولا انا مش كده ده قيمة اديتت للفلاح حاجة اديته حاجة صح كده وخليته بدل ما هو الرصدي بتعمله مثلا الف جنيه ولا الفين جنيه بتعمله اربعة خمسة صح كده ازاي نعمل دي بتتعمل ازاي عايزين تغيروا حياة الناس مش ليكم انا بتكلم علينا احنا كلنا انا المواطن اللي بقى اللي باعرف ده وبجيب ااكل الراس المشيئة بتاعتي وهي في الاخر انتاجها حجمه معين وانا عندي راس اخرى قد تكون اغلى شوية مش كده قد تكون اغلى شوية وقد تكون اغلى شوية وقد تكون عبء بالدولار يا دكتور مصطفى عشان حتشتريه من بقى لكن ده برنامج ده ايه برنامج يا اهل الخير يلي عايزين تعملوا عمال بر وعايزين ترفعوا وتحسنوا من حياة الناس او عايزين تكون فاكرين فقط ان البر هو انك انت تدي حد يأكل او تعملوا مدرسة بس او حتى جامعة لا البر كمان ان انا خلي المواطن ده بدل ما بيكسب له الف والفين اضعف له الرقم مش كده ولا طيه على مستوى الفرض على مستوى الدولة هو نفس حجم الاكل ونفس حجم المية وضعف كمية الانتاج مرة او مرتين معقول كده معقول طيب ازاي اللي انا بدخل فيه يعني مع بعضنا يا دكتور مصطفى مش مرتبط بالانسان ليه؟ لان الارض دي فاضية الارض دي ايه؟ فاضية فالتفاعل مع البشر مش موجود يعني قوي برنامج بيتعامله وتتحطله موارده ويتنفذ لكن التعامل مع البشر مشكلة ازاي انا اقنعه ان اللي هو بيأكلها نفس الاكل واحدة مثيلة ليه هتاني قلت كلام ده بلكده بس انا بشرحه اكتر لان احنا لازم نعمله طيب ازاي معرف طيب منين؟ دكتور مصطفى سيشيل الهم بس ما فيش حل تاني اه طبعا انا اخد اللي هما الانتين مليون على سنة على سنتين اتباحهم وانا باعمل الاحلال بشكل تاني انا بكلم بشكل بسيط جدا انما في النهاية تقولي بعد سنتين ثلاثة احنا غيرنا الانتاج الحياني بتاعنا وبقت كل الرؤوس اللي موجودة انا كلمت على اللحوم ما كلمتش على الالبان ما كلمتش ايه؟ الالبان بقى حاجة تانية خالص لو ده بيعمل سبعة ثمانية كيلو برضو كده التاني بيعمل عشرين خمسة وعشرين ويمكن اكتر مش كده برضو فحتى انا بكلم مرة معالي والزراء قال لي بس حنودي اللبان فين مش كده قلت لي كده قلتلك ما هو النهاردة فيه مصانع ممكن تتعامل للبان المجفف نوفر لمواطنين والاطفال بتونا انتاج ولما الحجم بيزيد سعره بي ايه؟ بيقل لما الانتاج بيزيد سعره بيقل انا بعد ما كنت بقى اكتر نفس الاكل تقريبا وبشرب نفس الشرب تقريبا زيادة شوية ولا حاجة بعد ما كنت بطلع سبعة ثمانية كيلو الكيلو بكام بيت اطلع عشرين خمسة وعشرين ولو العملية تحوي عن يوم متنظمة اكتر ممكن يبقى اكتر من كده فالعائد نهاردة يبقى الاسردية انا بقول الكلام ده لجماعات الاهلية معرفش موجودة معانا ولا لا لا ما عرفش موجودة معانا ولا لا جامعات الاهلية موجودة معانا ولا لا طيب يعني يعني القرمان ومصر الخير وكل من له بع في الموضوع انت بتديله راس مسايا عاملة ازاي بتشتريها من السوق المحلي في الغالب بسح كده لكن اللي انت بتدهله دي مش هتغنيه مش ايه مش هتغنيه مش هتغنيه انت عايز تزود دخله كويس لما استهدف يعني في حد يقول لي طب هم بياخدوا تبرعاتها دكتور مصطفى وبيشتريوا بيها لهم على طوله ايه ويتصرفوا فيها ماشي طب هم هو ممكن قوي وهو بيشتري وانا بقولها على هوى للناس اللي هتتبرع لان بعضهم يقولك ايه لا انا عايزوا ياكل ده صح ده هدف نبيل وعظيم جدا لكن انا اقدر بتطوير الفكرة احسن اكتر من كده اكتر من انا اوفر الوجب والوجبتين هدهم له ويتصرف بيه بان انا ادي له راس او اتنين من ده انا غيرت له حياته لا صحيح لو اديت لمواطن اتنين راس ماشية من دول اه غليم واكتير طب الدولة ممكن تدخل في الموضوع دكتور مصطفى تدخل وزارة التضامن بنطلع تكافل وكرامة وبنطلع ده ما بقولش ان احنا نوقف لكن نطور البرنامج يبقى مع الجامعيات ديت اخش على الاسرة ديت اقول له انا حديك اتمن ان هم عندهم قدرة على ان هم يديرهم الموضوع كويس وديله الراس او اتنين الراس او اتنين دول يبقى هو الدولة مع المجتمع المدني قدرت تغير حياة الناس بمنتج يزود انتاجه لمصر وخفت تكلفة هذا الانتاج لان انا بالطريقة العادية اللي انا بعمل بها دي بأكل بنفس الطريقة وبشرب بنفس الطريقة والكمية اللي بيجيلي كمية مش كتير ثم اغير حياة الناس لما انا النهاردة لو قلنا اتنين مليون راس ماشية يعني مثلا ممكن يكونوا موجودين مع مليون اسرة مثلا مثلا مش كده متوسط متوسط اتنين او ثلاثة يعني يعني خلينا نقول اتنين مليون اسرة يبقى انا حقدر احول حياتهم اضعف لهم دخلهم بالطريقة دي ولا انا بقول كلام اقدر لا مش مزبوط انا عارف انه مزبوط انا هشرح بعد ما احضرتك تخلص الاجراءات اللي عملناها زي ما سيادتك وجهتنا انت عملت يعني تقدر في خلال سنتين ثلاثة تقولي انا شلت كل الرؤوس دي وعملت لها احلال بالرؤوس الجديدة دي انا احب عليك من الشاكري ان شاء الله احنا بنشكر سيادتك على هذا التوجه لكن سيادتك بتتبعنا بقى لنا فترة احنا يعني برضو زي ما سيادتك قلت كده في بنية يعني تحتية لابد ان احنا نشتغل عليه يعني مسألة تم زود اللبن لابد ان يبقى عندي مصدر انت حضرك اديت توجهات ان احنا نعمل مصانع ليه انتاج لبن البودرة وبالتالي المليون طن اللي انا بستوردهم من بره اللي هما يمثلهم مئة ألف طن بودرة فيعاد لمليون طن لابن فبالتالي لما هننتج المصنع بتاع لابن البودرة هيبقى عايز كمية وبالتالي لما تزيد الكمية انا بحافظ على مستوى داخل الفلاح دي امبرا واحد الحاجة التانية اللي وجهتنا لها المشروع القومي اللي بتله احنا يمكن اللي جمالي اللي انصرف في خلال السنتين اللي فاتوا دول اكثر من سبعة مليار جنيه استفاد منهم اكثر من ربعمية وثلاثين الف او ربعمية واربعين الف مستفيد ويمكن ده كان له دور كبير في تحقيق التوازن في ازمة اللحوم اللي احنا فيها ورفع نسبة الاكتفاء الذات الحاجة التالتة اللي اشتغلنا عليها وفقا لتوجيز سيادتك اللي هو مشروع تحسين السلالات احنا يمكن قبل من سنتين ثلاثة ما كناش بنستورد وكان في مشكلة في يعني تصدير الرؤوس اللي هي العشار او تحت العشار الحمد لله عملنا فتحنا اسواق كتيرة وبعض الاجهزة موجودة معنا احنا يمكن وصلنا الى خمسة واربعين خمسين الف راس موجودة مع شركاء التنمية وبعض القطاع الخاص وايضا الجامعيات شغالة معنا يعني جامعية مصر الخير او غيره وغيره وبالتالي احنا بدأنا ندخل هذه الصناعة وبدأ على اقبال الحاجة الرابعة ان احنا يمكن زي ما سيادتك صدقتلنا ان احنا نمول هذه المشروعات بتكلفة منخفضة وبنتعاقد مع البنك الزراعي المصري والبنك الاهلي على ان نمول هذه الرؤوس وفيه طلبات وان شاء الله هنتوسع فيها في المرحلة القادمة ونأمل ان احنا نحقق الهدف اللي سيادتك بتقوله الحاجة الاخيرة ان احنا دائما كمان مسألة التلقيح الاصطناعي لان انا ما اجيب الرسم من بره هتنتج السنة الاولية وهي جاية عشار فهتبقى محتاجة نفس ال ان انا مسألة التلقيح يبقى من نفس السلال فاحنا طورنا مراكز التلقيح الاصطناعي وبرضو زملائنا في القطاع الخاص بيعمل ودي شراكة موجودة احنا عندنا اكثر من ستموية نقطة للتلقيح الاصطناعي عندنا اكبر خمس مراكز للتلقيح الاصطناعي الكبير فاحنا ماشينا على هذا الاطار وان شاء الله هنسعى بكل ما نملك ويعني دعم الدولة المصرية للفلاح والمرب الصغير اكيد اساس في الاعتبار وزي ما سيادتك بتقول اولا بنحسن دخله بنحقق له استدامة بنوفر فرص عمل فاحنا ان شاء الله نشتغل على هذا البرنامج بكل ما نملك شكرا 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 شكرا